رضا يعني اول تعليق ليك على ادارة جزيجو ميز دي ماتش النهاردة رأيك في ايه؟ هو حد يا جن من برتغال كويس هو انت مفيش حد يا عجبك؟ يا عم ازا كان واقف نايم ده انت الراجل الاتصاب بينزل الزناري عمال سيد نمار ده ايه بقى تعدمه؟ بقى له فترة الراجل ما بيلعبش وراح يلعب يبدأ بمحمد صبحي هو برضو كشف يجيله ولا ايه؟ لا كشف ايه كده يعني طب ما تدلوش عذر ان هو ده اول ماتش ليه طب ماشي اول مباراة ولسه بيشوف اللعيبة ولسه بيشوف صفقات جديدة ما تدلوش عذر خالص على طول كده يا حبيب قلبي مفيش حاجة اسمع عذر انت بقى لك دلوقتي دخلت في شهر هو جايه ده كل مدر بيجي تقول لي قديله خمس منشاط اش مانا بقى يعني لأ ما استلمى برتغالي بيبقى من الاول سكة على طول انت حافظه البرتغالي خلاص انما يعني مثلا كولر لما جيه دي مدرسة مختلفة سويسرية وقت بلد مين تاني لما جيه كنا بنقول عليه نصبر عليه انما بالنسبة للبرتغاليين كلهم مفيش منهم خير هو جوزي وينسا ومع الاهل بس يعني كان جوزي ومع النادي الاهل بس ناجع برا النادي الاهل ما كانت جناجع يا عم فريرت ايه بس يا اللهي انت عشان كنت وحشي كان الاهل كان وحشي فعشان كده ده هو دوري ودوري 2015 واللي هو اللي فاد ده طب ما قبليه كان واخده كارترون وكارترون ده لكان هنا نافع وكان هنا شافع عارف ان جميز ترشيح فريرة او انا مش عارف طب انا بقولك يعني يعني هو اسنى عليه الحقيقة يا عم اسنى ما لازم هيسنى على بعض ده هما هي بص عارفين ان احنا للأسف اه يعني ما بنفكرش كتير فبيتحكوا علينا ما هلازم هيرشحه اما لي يرشح واحد فرنسي يرشح واحد اسباني يرشح واحد برازيلي ما ها داي احنا كلنا بنرجر على البرتغاليين ما عرفش باي معيني مدرسة عقيمة مدرسة مصطية قبل المدرسة المصرية يعرفوا يتعاملوا مع العيبة يعرفوا يتعاملوا مع الادارات نفسها تب تخيل النهاردة بقى انا روح عفريرة حضرت النهاردة في التغييرات اللي هي حصلت دي ازاي بمعنى اياه والله روحوا كتحضر النهاردة روحوا كتحضر اه يعني انت لما تلعب الزناري بكريت مفروض هو ولا المسلوسي دخل الزناري مساك وطلع المسلوسي بكريت صح ولا غلط لاني دي حنتته لما تصب نضاي وود عمر جابر الناحة التانية ده لو انت هتلعب الزناري يبقى دخلوا مساك وطلع المسلوسي ده هيطروا لو انت عايز تكسب بقى اقعد الزناري ولعب سيد نمار يبقى جاي واحد من تحت بيعرف يلعب كرة يلعب لزيزو اللي النهاردة ما كانش في حالته عشان اصلا نص الملعب كان تاين والديفنسي اصلا بص نادي الزمالك عايز كتير عايز واحد يبقى بصير من الاتنين مساكين ما تجالك عبدالله السعيد اهو لأ من وراء عشان توصل لعبدالله السعيد وزيزو وشكبالة الناس دي عايزة كرة في الرجل في ملعب زي بتاع النهاردة بتاع الاسماعيدي ملعب كان وحش ومزودين المياه فيه وكانوا بزحلاء صح؟ يبقى انا لازم واحد بيعرف يبص من وراء لنص الملعب ونص الملعب يحطها في رجل شكبالة عبدالله السعيد زيزو كنت هتلاقي الخطورة حسب من كده انما كل الكرات اللي كان بتجيله طايشة واني ملهاش اصلا مبدأ يعني ممكن ها انت بتتعلم لزيزو طب زيزو هيرقص ثلاثة في الملعب ده صعب نفس الكلام وبعدين افوأ واحد كان فيه ومش شكبالة وامجال رجل مخرب يعني شكبالة في الفترة اللي هو فيها قوي وهو اللي بيلاعب الفرقة ايه بعد 2 سبعين ديئة كتا ان شاء الله يكون تسعين ديئة انا مال انا عايز اكسب طب وايه رأيك في اوباما ام اخد بالك فانت انت بعدين انت بادئ باوباما رص حربة ومقعد الجزيرة ام 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 مش فاهم دي حاجة تاني حاجة ان انت من اول الشوت التاني لازم يبدأ بناصر ماهر اللي هو النهاردة بيثبت لجمهير الزمال يكونوا صفقة كويسة يمكن هو احسن صفقة جاي حتى كمان محمد شحاتة اعتدت تقيمها على طول كده اه طبعا طب تقيمك لعبدالله عبدالله اه ما وحش جدا صفقة وحشة عني لا امي صفقة وحشة هو قصة انا قلت لك تقيمك لعبدالله دلوقتي باجو قريقة اللعب هي المخدمتش عبدالله بص اول ما بدأ يمسي الكرة ام جمع حطه جنب دونجة مش حتيتة لما طلع محمد شحات اه مش حتيته طبعا فانت عشان كده قللت منه كتير عندما هو لو في الحتة اللي قدام هيشوت عجون هيعمل كورس هيعمل سروبس حبيبي ماشي ماشي بس انا لما بص لما انت هترجعني في نص الملعب مش هبقى جابي اوي عجون زي ما بلعبت عشرة عشرة ممكن اشوت عشرة ممكن اعطها للجزيرة او اناصر باير ايه اللي عمل لما نزبع عشرة اعمل الكورتين دون تفعيمني وممكن كان جاب جون كورة لشطة فانا بقول لك الراجل شكله سمك لبن طمرين ما تدلوش يعني فرصة كابتن اه يعني انا من اول ما جي والله العظيم وانا بص طب اقول لك على حاجة ده واقف على الخط مش مش يعني هو لما الكاميرا بتيجي عليه ام جاي مش هوح يعني هم بديدلو كده اه 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 جاي مش اقو وعامل وعايز صفق وعايز اعمل ان ارد ايه يعني فرياجي إنما للأسف ده لا هرجع لك بقى عشان برضو ايه